بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اتنين فكتبوهما فعسسنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من رجونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمات بربكم فاسمعوني إلا دخل الجنة خال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المجرمين وما أنزلنا على قطمه من بعده من جمد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معورون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حفبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمده وما عملته أيديهم أفلا يشترون سبحان الذي خلق الأسواجة لذا بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه الندار فإذا هم مظلمون والشمس تجني لمستخل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى يعادك الأرجون الخليم لا الشمس ينبغي لها أن تددك القمر ونذليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حمنا ذنيتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذقهم فلا صريخ له ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتارا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معلغين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا لأنهم يغتعون ونفق في الصون فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام لخخ لهم من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجذبون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون فاليوم نخطب على أفواجهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما أغلمناه الشعر وما ينبغي له له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعخى القول على الكافرين أما لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسار وفلا يشكرون واتخذوا من بدون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جهد محضرون فلا يحز ذلك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحجي العظام وهي ربيم قل يحجي خلق الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العميم إلا ما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن وفيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس ربيم